خليك أقول لكم بعض الأخبار كده من اتحاد الكورة عشان برضو نبدأ وبعدين نتكلم بقى على أخبار الأهلي والزمالك و بيرامدز و سيراميكا و برضو هناخد أخبار الأندية الأخرى اللي بتستعد لبداية الموسم وفي حاجة حلوة عجبتني جدا يعني النهاردة تم الإعلان عن أن قرعة بطولة الدوري هتكون يوم السبت القادم الواحد بقى له فترة مستني مستني اللحظة دي أعرف إمتى القرعة بتاعة الدوري أعرف إمتى الدوري هيبدأ صحية النوم النهاردة من النوم الصبح كنا عمليني الكلم في القصة دي مبارح والأيام اللي فاتت يا جماعة احنا 15 أكتوبر 16 أكتوبر لغاية دلوقتي مش عارفين الدوري إمتى القرعة كلام ده عمليني نتكلم في الكلام ده بقى لنا فترة النهاردة صحية من النوم بقى بقى كده المواقع وبشوف الأخبار الرياضية لقيت إن اتحاد الكورة و ربطة الأندية اللي هي ربطة الأندية لسه خلي بالكو يعني مفروض فيه انتخابات لربطة الأندية ربطة الأندية الحالية اللي هي بتاعت السنة اللي فاتت لازم السنة دي بقى فيه انتخابات لربطة الأندية المحترفة ونشوف مين اللي هيكون الربطة وحقول لكم برضو بعض التفاصيل في القصة دي النهاردة التحاد الكورة أعلن إن يوم السبت القادم إن شاء الله أرعد بطولة الدوري المصري ممتاز يا مساح حاجة كويسة جدا 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 عشان خلاص الأرعة تتعمل والمواعيد تتحط بقى ونعرف بداية الدوري وطبعا عرفنا واتكلمنا الفترة اللي فاتت فيه تغيير نظام الدوري الدوري السنة دي هيبقى مختلف عن الدوريات قبل كده أول مرة بيتطبق النظام ده في الدوري المصري عشان الوقت الدوري مايتأخرش زي كل سنة يبقى فيه موسم أو موسمين استثنائيين للدوري المصري طبعا هنلعب عندنا 18 نادي هنلعب الدور الأول عادي جدا 17 جولة والدور التاني يعني مع بداية الدور التاني هناخد أول 9 فرق هيلعبوا على الفوز ببطولة الدوري والتسع فرق التانين اللي هم من المركز العاشر للمركز التمنتاشر هيلعبوا على عدم الهبوط إلى القسم التاني كمان هيهبط السنة دي فريقين فقط مش 3 فرق فريقين فقط ودي برضو مشكلة هتدخلنا في مشكلة السنة الجاية لما يصعد 3 فرق من تحت ويهبط فرقتين هيبقى فيه فرقة باي هيبقى 19 فرقة في الدوري فمش عارف برضو يعني لازم كل حاجة تتعمل بشكل مدروس عشان ما نبقاش نخش في أخطاء ونخش في مشاكل بعد كده